يقول الأخو السائل رجل أتى زوجته قبل صلاة الفجر ثم يقتسل وينزل إلى الصلاة لكن الزوجة لا تقتسل إلا بعد الظهر بحجة أن الجو بارد ليثم الزوج إذا كانت هذه كسولة كانت هذه كسولة تؤدب تؤدب إذا لم تكن كسولة إذا كان الجو بارد تسخن المياه إذا عجدت تتيمم تصلي فعلى الزوج أن يأخذ على يد امرأته التي لا تقتسل من الجنابة وتترك صلاة الفجر حتى صلاة الظهر لا تتخافون نشوزهن فأضوهن وأهجرهن في المضاجع واضربوهن فنطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليًا كبيرًا شكراً للمشاهدة